وضع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة الحوطة بتمويل من بنك الاعتمال الألماني لإعادة الإعمار وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية ثمن المحافظ تركي الجهود الحثيثة للصندوق الاجتماعي وتنفيذه لعدد من المشاريع القدمية الحيوية في المحافظة مشيرا إلى أن إنشاء مبنى المؤسسة سيسهل تنظيم أعمالها ومساهمتها الفاعلة في تقديم خدمات المواطنين معربا عن أمله في تنفيذ المزيد من المشاريع لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق بدوره أوضح المدير العام للمؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي بمحافظة لحي عادل محمد سعيد بأن مشروع مبنى المؤسسة الجديد مكون من طابقين للإدارة وهنجر للمخزون وغرف للحراسة كما يتضمن المشروع ترميم سور مبنى المؤسسة وتشجير ساحة إدارة المؤسسة